تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 849 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 321 طن من المواد الغذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 36 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد الأرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 237 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 48 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 985 قضية من بينها 277 قضية خبز ناقص الوزن و209 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف والبيع بأزيد من السعر تم ضبط سبع قضايا بمضبطات بلغت قرابة 249 طن ترجمة نانسي قنقر